نروح بقى لاستكمال اخبار المنتخب حيث تقرر السفر الى مدينة جروة الكاميرونية يوم السبت اللي جاي بدلا من يوم الجمعة لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب وبالفعل حصل الاتحاد المصري لكرة قدم على موافقة الاتحاد الافريقي كاف على هذا التعديل باعتباره انه تغيير او تعديل اضطراري وخارج عن ارادة البعثة المصرية ده من ناحية من ناحية تانية صدرت تجديدات على جميع عضاء المنتخب بضرورة انتباع كافة الاجراءات الاحترازية لعملية البعثة بالكامل لحمايتها يعني من فيروس كورونا وعدم الاختلاط مع جميع من هم خارج المعسكر وطبعا كل ده هيكون بالاضافة لاجراءات اضافية ستتخذ في ملاعب التدريب اللي هيستخدمها المنتخب لضمان عدم الاختلاط باللعبين في غرف الملابس وفي ارضية الملعب وكمان فرض القيود الطبية عليهم اكيد بنتمنى طبعا السلامة للجميع ان شاء الله